أشار هاني سويلام وزير الموارد المائية ورئي أهمية دراسة التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية للتعامل مع تحديات المياه والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي مع التوسع في الدراسات الخاصة بتقليل تكلفة الطاقة المستخدمة في التحلية بما يجعل التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذا جدوى اقتصادية جاء ذلك خلال اللقاء للوزير بوفد إماراتي رفيع المساوى برئاسة رئيس هيئة الطاقة بأبو ظبي عويد المرارة بزيارة للجامعة الأمريكية بالقاهرة للتعرف على مكونات مشروع الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية المنفذ بالجامعة